في الحقيقة كل يوم في تاريخ مصر الحديث في قصة نجاح جديدة بتتكتب والسبب في كتابة يعني قصة النجاح دي هي مجموعة القرارات اللي بتاخدها الدولة يوم بعد التاني تعالوا نفتكر في 2016 كان فيه أول القرارات الجدة اللي خادتها الدولة وأول خطوة اتخذت وكانت فكرة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي حقق نجاح كبير نجاح مش كلامي أنا لا ده كلام كبرى المؤسسات الاقتصادية وسندوق النقد الدولي النهاردة فيه قصة تانية بتتكتب قصة نجاح تانية بتتكتب بدأت الدولة فيها وهي فكرة الإصلاح الإداري للدولة اللي بتشتغل فيه حاليا في كل الأصعادة وفي كل المناحي خطوة تانية من الخطوات اللي خادتها الدولة للتطوير وتنمية الجهاز الإداري فيها لتعظيم الاستفادة منه وتقديم خدمات تليق بالمواطنين في الجمهورية الجديدة ده اللي احنا بدأنا نقرأه ونقرأ تفاصيله ومعلوماته من خلال الفلسفة الجديدة اللي ماشي عليها في عملية الإصلاح الإداري زي مثلا بدأنا بتوسع في تطبيق التحول الرقمي وإعادة تهيئة وي تأهيل الموظفين في مقولة لشاعر إنجليزي اسمه ألكساندر بوب بتقول دع الناس يتحدثون عن أو يقيمون دائما أداء الحكومات لكن أداء الحكومات دائما ما يقاس بفكرة الإدارة ده معناه إيه؟ معناه أن الإدارة دائما هي كلمة السر في نجاح أي خطوات بتقدم عليها الدولة أو لو بصينا لكبرى الدول المتقدمة هللاقي اللي هي بدأت بعملية الإصلاح الإداري فيها والسبب طبيعي جدا لأن الموظف ما يعرفش الفرق ما بين الحكومة الجيدة والجهاز الإداري الجيد للدولة كل اللي هو يعرفه أنه هو رايح طالب خدمة مجرب ما بيروح يطلب الخدمة دي أو يعني هو المواطن دائما بيكون متلق الخدمة فمجرب ما بيروح للجهاز الإداري للدولة أي مصلحة حكومية علشان خاطر يطلب الخدمة الخاصة به لو ما حصلش عليها بالشكل المناسب في الحالة دي ما بيكونش الموظف هو اللي سيء في الحالة دي بيكون من وجهة نظره أن الحكومة مش جيدة أو الحكومة مش يعني بتؤدي المهام المطلوبة لها بشكل جيد لأن الجهاز الإداري للدولة هو حمزة الوصل الحقيقية ما بين المواطن وما بين الحكومة وهو اللي بيعمل على تلبية أو تنفيذ السياسات الخاصة اللي بتضع أو بتضعها الدولة بشكل عام من هنا جات أهمية وفكرة يعني العمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة عشان خاطر يتم مواجبة كل أشكال العمل المستحدثة والتحول الرقمي زي ما قلنا يعني التحول الرقمي ده ليه أهمية كبيرة جدا ويمكن أهم المميزات اللي بتعود على المواطن المصري من التحول الرقمي أول حاجة هي فكرة الشفافية لأن كل حاجة بتتم قدام عينك تاني حاجة هي فكرة إنهاء البيروقراطية اللي عاشنا فيها لسنين وسنين وإنهاء الفساد لضعاف النفوس في الجهاز الإداري للدولة علشان كده كل خطوة بتتعامل هي خطوة حقيقية خطوة جدة خطوة لمستقبل جديد في مصر الجمهورية الجديدة ما ينفعش أبدا يا هدير اللي احنا نتكلم على جمهورية جديدة كل الكينات وكل الأنظمة وكل الإدارات فيها مستحدثة وتم رفع كفائتها كمان وبناء يعني منتكلم على بناء وإعادة استحداث قطاعات كتيرة وبنية تحتية ما ينفعش يكون عندنا موظف ما يلقش بشكل الجمهورية الجديدة صحيح يا أحمد هي الفكرة إنه طول ما حضرتك أو حضرتك بتشتغل وعندك استعداد لإنك تتطور مع ما يحدث داخل الجهاز الإداري للدولة المفروض ما تقلقش المفروض يعني ما تسمعش للإشعاعات اللي بتحصل وإنه كل ما تتم عملية تطوير أو تغيير ما في مؤسسة نسمع عن إشعاعات طول الوقت من مغرضين ضد هذا التطوير وضد هذا التطور اللي بيحصل داخل المؤسسات الحكومية إنه ده هيتم تصريح الموظفين لا أبدا يفندم هو هيتم تدريب الموظفين على الطريقة الجديدة في العمل مسألة التحول الرقمي أول ما تخدم بالتأكيد هي تخدم الدولة المصرية وتخدم الجهاز الإداري للدولة لكن كمان تخدم المواطن المصري يعني في المقام الأول لما بتروح تعمل أي يعني حاجة محتاجها داخل مصلحة حكومية أنت أول واحد كنت محتاج مع عملية الرقمانة اللي حصلت وكل يعني حد دخل مصلحة حكومية قريب وعمل سواء بقى كان بيطلع رخصة أو بيطلع حاجة في شهر العقاري شاف مسألة الرقمانة دي فرقت بشكل كبير جدا 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 مع كل الوقت تيسير كده على المواطن وانت داخل بدل ما كنت بتعمل الورقة في ثلاثة أربع ساعات وممكن ما تخلصش في نفس اليوم وتيجي تعدي عليهم تاني بكرة بقيت بتخلص الورقة بتاعتك على طول وتتحرق وهو ده اللي بالفعل الدولة اشتغلت عليه في سنين عديدة فاتت مسألة التحول الرقمي والرقمانة ودربنا الموظفين اللي موجودين زي ما احنا كمان بنقول بننتقل للعاصمة الإدارية الجديدة هننتقل بمصريين جدد؟ لا أبدا هننتقل بنفس المصريين اللي كانوا موجودين لكن مدربين على مستوى حديث في التعامل مع الشكل الجديد للحكومة وده هيفدنا احنا كمواطنين بشكل كبير جدا برفع كفاءة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خصوصا الموظفين اللي حينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة دي شيء غاية في الأهمية لكن أي إشعاعات تاني بتطلع أعتقد أنه احنا ده أمر اعتدناه بقينا بنشوفه من 2015 كل خطوة جدة للتغيير بتشتغل عليها الدولة بنلاقي أنه ده بيقابلها إشعاعات لكن الحقيقة أنه كمان النتائج اللي احنا شفناها على أرض الواقع من مسألة أن احنا نوصل لأهلينا الأكثر احتياجاً ده جي ازاي؟ جي ازاي جي من بنية معلوماتية ورقمية للناس دي قدرنا أن احنا نوصل وأنه الدعم يصل لمستحقي من خلال هذه البنية المعلوماتية والرقمنا اللي كلنا في حاجة لها لكن اعتدنا على مسألة الإشعاعات الدولة بترد كل جهاز يعني معني بالقطاع بتاعه بيرد عليه من حتى من بداية حفر قناة السويس الجديدة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين وكل المشروعات القومية اللي بتتم بنسمع إشعاعات والدولة بترد عليها لكن أقول لحضراتكم أنه ما يؤكد أن احنا ماشيين على الطريق الصحيح أنه السنة دي قناة السويس عاملة أعلى إرادات في تاريخها احنا بنتكلم في 6 مليار دولار إرادات فده يقول أن احنا ماشيين في الطريق الصحيح نصق في الدولة المصرية نعم المجهود إحنا كأفراد كل واحد في مكانه إن شاء الله يكون بكرة بالنسبة لنا جميعا أفضل بالعمل ده الوسيرة الوحيدة أن احنا نشوف بكرة أفضل بإذن الله بنصبح على حضراتكم في كل مكان وصبح الخير يا مصر